بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الآونة الأخيرة ساد جدل كالعادة عندما يتعلق الأمر بعلاقات إيرانية عراقية ويستبر هذا الجدل دائما وأبدا كلما يبرز إلى السطح ما يفيد أو ما يفيد بأن هناك تطورا إيجابيا ملموسا في علاقات إيران بالعراق وعلاقات العراق بإيران يغضبون عندما يحصل هناك تقارب يزعلون عندما يحصل هناك تعاون بين البلدين وبالنتيجة الجميع يستفيد من هذا التعاون إيران والعراق والمنطقة هذه قاعدة يجب أن يفهمها الجميع لماذا يثور الغضب ويرتفع الجدل عندما تدشن الحكومة العراقية مشروع الربط الحديدي ربط السكك الحديدي بين العراق وإيران وتعلن أن مثل هذا المشروع سيفيد القرفين الجانب العراقي والإيراني وبالتالي طبعا يفيد المنطقة لا لا ارتفع وهذا الجدل سيستمر 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 وكما فعل أولئك الذين غضبوا من محاولات العراق الخروج من العباء الأمريكية الواحدة نظام الأحادية القطبية الذي يريد أن يفرض هيمنته على العراق وعلى كل دول العالم عندما حاول العراق التوجه اقتصاديا لا يترك الغرب لا ينوع في قدراته الاقتصادية فبالتأكيد يزعلون وغضبوا وشفتوا اللي صار مع السيد عادل عبد المهدي لاحظتم ذلك ولاحظتم في الفترة الأخيرة أيضا الغضب الشديد من عزم الحكومة على تنفيذ مشروع ربط السكك الحديد سكك حديد شلمشة البصرة الذي هو يجب أن يكون الحلم العراقي وليس الحلم الإيراني كما يروجون نعم من حق إيران أن تحلم ومن حق أي دولة أن تمد اقتصادها وعلاقاتها إلى دول العالم الأخرى وهو هذا الواقع أنت ما جاي تعيش في جزيرة منعزلة أحبائي هذا الغضب لأسباب طائفية واضحة ولأسباب لها صلة أيضا بالموقف الذي يجري حاليا فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا الموضوع السوري التوجه العربي نحو سوريا التوجه العربي أو الخليجي نحو إيران فشل المشروع الأمريكي الغربي الصغير وهابي السلفي في إسقاط الدولة السورية وفي إسقاط العراق وفي إسقاط الجمهورية الإسلامية هذا المشروع الذي بدأ طبعا بتعاون مفرط من نظام صدام خاف عباركم نظام صدام ضحية حرب العراق لا نظام صدام صار اكسباير وإحنا عدنا أدلة قطعية على هذا الموضوع وتحدثنا ولدينا كل ما يثبت بالوثائق الرسمية بأن صدام حسين وحزب البعث وتحديدا صدام حسين إنما جاء به وأدخل إلى حزب البعث منذ صدام حسين دخل إلى حزب البعث بعد العام 1963 أو إذا نريد أن نكون منطقيين أكثر لا بثلاث يعني بعد بعد قضية ما سمي بثورة أو انقلاب ثمانية شباط أدخل صدام حسين عنوة إلى حزب البعث أنت تعرف كل الزين وهذا ما أنا استقصيته بأدلة قطعية أن محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم التي تمت في في 1959 صدام حسين جاء طارئا إلى المجموعة التي نفذت تلك العملية لم يكن بعثيا باعتراف قادة حزب البعث آنذاك هذا عبدالله الركابي يعيش هنا في بريطانيا رجل مسن قيادي كبير في حزب البعث قيادي كبير في حزب البعث على يتحال يقول بالحرف الواحد هو كان جزء من المحاولة بالمناسبة عبدالله الركابي كان يتحدث يعني لبعض المجاميع هنا من أصدقائه ونقلوها إلي مباشرة من لسانه بحثت استقصيت وخرجت بهذه المعلومة أن عبدالله الركابي كان أيضا جزءا من هذه المحاولة كان في مجموعة المراقبة لاختيار الزعيم الراحل عبدالكريم قاسم وكانهم التفقيل مع واحد من العصابتية الشقاوات المعروف اسمه علي ماما معروف علي ماما ها مو علي بابا هناك فرق بين علي ماما و علي بابا هذا هو تدرون الشقاوات كل واحد يختار لإسم هذا اسمه علي ماما مثل جبار الكردي الفيلي وستار أخو فهذا هو اللي جمع لهم ستة أشخاص على أساس ينفذون العملية بعدين في اللحظات الأخيرة واحد منهم انسحب والعملية حتى تكتمل يحتاجون إلى سادس فقال لهم أكو واحد أصاب شي شقاوشي اسمه صدام حسين مستعيدي شارك بخمسمائة دينار عراقي وجيء به ونفذ العمل هو مو بحثي فأقول أقول يعني هذا التاريخ صدام حسين جيء به والنظام جيء به وحرب العراق شنت بذرائع مختلفة لكي يدمر العراق ويدمر المنطقة ويأتوا بهذا النفوذ الأمريكي يمدوغ إلى المنطقة وبعدين يسقطون على أساس سوريا وبعدين يسقطون الجمهورية الإسلامية وقبلها سقطوا طالبان في أفغانستان وتمتد هذه الهيمة الأمريكية بس يريدون وأريد ويكون ما أريد في الحديث القدسي لداود الله سبحانه وتعالى قال يا داود يكون ما أريد فإن أسلمت لما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك في ما تريد ولا يكون إلا ما أريد غيرت المعادلات الآن هم في ورطة الأمريكان والآن من مصلحة العراق يعني سابقا العراق منظم بشكل رسمي إلى طريق الحرير هذا الطريق التأريخي وبعدين طريق الحرير ترى هو مو طريق واحد هي عدة طرق هذا المشروع الصيني حزام واحد وطريق واحد سكة حديد شلمشة البصرة يربط العراق بواحدة من أهم مفاصل طريق الحرير عبر إيران وبناك أوراسيا وهذا العالم اللي إحنا مع الأسف مو كثير نعرف عنه يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أحبائي وتشكيل دول آسيا الوسطى والقوقاز هذا برز لنا عالم جديد ومهم اقتصاديا سياسيا عسكريا جيوسيا بس نحن الآن نتحدث عن الوضع الاقتصادي ليش انطلقت منظمات مثل شنغهاي ليش انطلقت منظمات مثل البريكس ودول كثيرة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنظم إلى بريكس وشنغهاي عالم جديد يتغير العراق منعه من أن ينظم رسميا إلى طريق الحرير عبر هذه الشغلات اللي سووه شفته اسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي الآن وجدتك الفرصة على طبق من ذهب وتماتيكلي دون أن تعقد اتفاقيات امت الآن بإمكانك في مرحلة لاحقة أنا لا أريد أن أتحدث بتفاصيل وأحرق لكم المفاجآت الكبيرة التي تنتظر العراق من خلال هذا الربط السككي مفاجآت كبيرة ما كواهي الكذبة اللي يقولون والله سيختنق منها الفاو بالعكس تماما هذا سيشجع العراق على أن يحيي منها الفاو يشجع العراق على المطالبة بحصته وحقه الطبيعي في حقل الدرة عبر التعاون مع إيران مثل ما الأخوة في الكويت راحوا وتفقوا مع السعودية وخذه حقل الدرة خذه حقل الدرة بطريقة تعسفية خب تدرون يعني وفق بعد ما هذا ما فعله صدام حسين تدرون له ما تدرون هذه جرائم صدام حسين صدام حسين الذي تسلل إلى حزب البعث وقتل قادة البعث ونفذ المشروع الأنجلو أمريكي بحذافيره وباعترافي قادة السي آي ايه قادة السي آي ايه هذا مايلز مايكلانت هذا شو اسمه اللي اللي ألف كتاب لعبة الأمم روحوا شوفوه هذا هو الذي نظم أو جند صدام حسين في السي آي ايه هو الذي جند صدام حسين في السي آي ايه أستطيك اسمه مايلز كوبلانت مايلز كوبلانت عندما ذغب صدام وهرب إلى كان شقاوتي عصابتي نكفوه بمصر وجنده سوه واشتغلوا يا اشتغلوا يا اشتغلوا يا وروحوا بابحثوا هذه كلها تحقيقات أنا قمت بها وغير أيضا قام بها يفترض بإخواننا الآن في العراق هاي مراكز الأبحاث اللي دائما نقول إخواننا في مراكز الأبحاث تعالوا وشجعوا الصحافة الاستقصائية والعمل الاستقصائي ووثقوا ما فعله نظام صدام وما يريد أن يفعله الآن أزلامه وأتباعه بمعارضتهم للحلم العراقي عبر الانضمام إلى طريق الحرير عن طريق الربط السكتي بين البصرة والشلام وأكون شغلات كثيرة ستغير في الجيوسياسية في المنطقة كلها بس شون نعرف نتحرك وشون نعرف نشتغل وفوتوا بواسكم والله السيد رئيس مجلس الوزراء عندما كان نائبا كان رأيه مختلف عن الآن نعم لسببين أو واحد من السببين ولا أريد أن أبرر لرئيس مجلس الوزراء السيب الأول الأولا هو رئيس الحكومة السابق السيد مصطفى الكاظم هو الذي وقع وقع هي كانت محاولات قديمة بين البلدين على مشروع الربط السككي بين العراق وإيران عبر الشلمشة والبصرة منه كان يثق بالسيد مصطفى الكاظمي أكو أحد يثق بالمصطفى الكاظم أخو على الأقل هذا واحد يعني حطه في هذه الخانة أنه أنت تعارف سياسات ما تثق به إثنياً السيد محمد الشاعر السوداني هو رئيس مجلس الوزراء بس من اللي عرفه من اللي قدمه لهذا المنصب الإطار التنسيقي وقبلته قبلته ائتلاف إدارة الدولة فهو يمثل أو ينفذ البرنامج الحكومي الذي تريده أو يريده هم إدارة الدولة وهم الإطار إبطوماً إسرائيل الكيان الصهيوني اللقيط لا تستطيع أن تلعب الورقة العسكرية ضد إيران هذا العنوان عنوان إسرائيل نحن نقول الكيان الصهيوني اللقيط لا تستطيع أن تلعب الورقة العسكرية ضد إيران هذا عنوان لمركز أبحاث الصهيوني في يافا اللي سموها تل أبيب هذا معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب في إسرائيل الكيان الصهيوني هذا عنوان واحدة من أهم الأبحاث الأخيرة التي قام بها وهذا هو البحث أيضاً محاكاة لمناورة تمت فيها سياسياً بس أهدافها عسكرية أمنية عقدت واحدة في عهد أوباما وواحدة يبدو في الآونة الأخيرة أوباما الرئيس الأمريكي السابق فأجرى أكبر مركز أبحاث استراتيجي في إسرائيل مناورة حربية مغلقة شنو مغلقة السنجي أظهرت أن إسرائيل هذا كلامهم ستفشل في دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى حرب مع إيران هذا قديم السنجي كلا وحدة ثانية أظهرت المناورة الحربية التي جرت في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 2009 على ذاك يعني في محق دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب اللي هي يافا غيروها إلى تل أبيب يعني تل الربيع أن إسرائيل ستجد نفسها مهمشة دبلوماسية دبلوماسيا ومكممة عسكريا بينما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران كان أوباما يريد الاتفاق النووي زي إسرائيل يسوي شغلة حتى تدفع الولايات المتحدة الأمريكية للدخول معها في حرب ضد إيران ووفقا للسيناريو فإن إيران سوف تستمر كما يقولون في تخصيب اليورانيوم بل وربما تحصل على موافقة الغرب هل لا تحقق؟ يعني إيران لأنه بعدين وليش تحقق؟ مو لأنه إيران لم تلتزم بتعهداتها بل لأن الولايات المتحدة الأمريكية في عاهد ترام انسحبت من الاتفاق النووي فمن الطبيعي إيران أيضا بعض تعهداتها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أيضا يعني تتخلى عنها وخصبت اليورانيوم كانوا يخصبون 3.75% يعني بعدين إيران طواعية طواعية اتفاق جنتلمان مع الترويكا الأوروبية فرنسا ألمانيا بريطانيا لأنه ما كانت لا الصين لا روسيا لا أمريكا في هذه المحادثات النووية علقت تخصيب اليورانيوم حتى تصير نوع من الثقة الأوروبيين ما عملوا بتعهداتهم آنذاك إيجا الرئيس محمود أحمدينجاد في أغسطس 2005 2005 رفع الأختام من الكاميرات التي نصبتها الوكالة الدولية لطاق الذريع وقام بتخصيب اليورانيوم إلى 20% هالسهم وراء 2018 الرئيس الأمريكي بارك ترام انسحب من الاتفاق الهووي دولة انسحبت من الاتفاق الهووي وقعت عليه 15 دولة عضو دائم وغير دائم في مجلس الأمن الدولي بالإجماع من القرارات النادرة التي تحصل على الإجماع وعلى رأسي وكانت رئيسة المجلس آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية يجي يخرق هذا الاتفاق وينسحب إيران وين وصلت بالتخصيب إلى 60% هسا يحجون عن 85 و87 هم الوكالة الدولية وبعض المهم ووفقا للسيناريو فإن إيران سوف تقوم كما يقولون قلنا بتخصيب الوران يوم وبموافقة غصبا عليهم بموافقة الغرب وقال جورا جورا إيرلا إيلاند مستشار الأمن القوم الإسرائيلي السابق في وقتها الذي لعب دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيان نتنياو في المناورة المناورة قاعدوا جماعة يمثلون إسرائيل جماعة يمثلون كلهم خبراء يمثلون إيران وجماعة يمثلون الولايات المتحدة فمن اللي يمثل دور إسرائيل مناورة يعني مناورة لو إذاها صار كذا يصير كذا بالملي حسبوها قال خرج الإيرانيون بعد المناورة وهم يشعرون بأنهم أفضل من الأمريكيين لأنهم ببساطة كانوا أكثر تصميما على الالتزام بأهدافهم وفي انعكاس للوزلة النسبية التي تعيشها إسرائيل كلام هذا كلام المعهد قضى إيلاند عفوا وفريقه معظم فترة المحاكات المنعزلة عن المحادثات المتعددة الأطراف آنذاك في مبنى قضى هذا الوقت مع البقية في المعهد الوطني للدراسات الأمنية يعني هذا المعهد اللي قلنا عليه اسمه معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب والمكون من ثلاثة طوابق وقال لرويترز نفوذنا على الأمريكيين عندما كان بوسعنا إبعادهم عن الإيرانيين والأوروبيين وغيرهم كان محدودا ما قدرنا نسوشي الغرب يعني إسرائيل في عزلة وهذا يستمر هسانا ليش أقولكم هذا الموضوع إلى حد كبير هذا كلامه هو اللي يمثل دور نتنياهو قال كانت البطاقة الوحيدة حفظها التي كان علينا أن نلعبها هي بطاقة العمل العسكري ما عندنا غير خيار عسكري مع إيران لكنها وأضاف بطاقة باهته زين إجت قبل يومين ثلاثة صحيفة طهران تايمز سربت معلومات الإيرانية الناطقة بالإنجليزية سربت معلومات خطيرة عن مثل هذه المناورات التي تجري بين الفترة والأخرى في مراكز الأبحاث وذكرت حتى أسماء أولئك الذين شاركوا في هذه المناورات وأكدت بالحرف الواحد ما قاله هذا المحهد الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب بأن إسرائيل لا تستطيع أن تشن حربا على إيران لا بمفردها ولا تستطيع أن تشجع الولايات المتحدة ودول أخرى على شن حرب على إيران خصوصا الآن لو نحسب بالعمل الاستقصائي لو تجي هسا تشوف وتشوف مثلا أنت من تريد تسوي عمل عسكري ضد إيران هذا الكيان اللقيط وهذا الكيان اللقيط يبعد مسافة كبيرة عن إيران هو بيحتاج إلى دعم لوجستي إلى انطلاق من أراضي إلى عبور أجواء هذا أني كل هن تقريبا الآن أصبحت مغلقة بوجه الكيان الصهيون يعني كما قالت كما قال معهد تل أبيب معهد الأمن القومي باتت إسرائيل منعزلة وباتت ورقة العمل العسكري ضد إيران باهته السعودية طبعت مع إيران وتعهدت علنا بأنها لن تسمح بأراضيها أو منشعاتها أو أجوائها لاستخدامها من قبل أي طرف ثالث في شن اعتداء على إيران نفس الشيء تعهدت به دول في المنطقة مثل الإمارات مثل البحرين والأكثر من ذلك دولة مثل جمهورية أذربيجان وعاصمتها باكو وهي بالمناسبة قاعدة من القواعد الأساسية لهذا الكيام الصهيون اللقيض ودائما تقوم بدور إذائي ضد الجمهورية الإسلامية الآن أيضا بدأت تنفتح على إيران حتى دبلوماسيا وسياسيا وأيضا قدمت بعض التعهدات فيما يتعلق بأنها لن تسمح لهذا طبعا من نقول لن تسمح مو حبا في إيران يعني حتى بعض الدول في المنطقة لا لا مكره أخاك لا بطل لأن الإيرانيين ما عدهم لحيام صرحة ما عدهم يعني يقول لك إحنا علي وعلى أعدائي أنا المكان الذي يطلق منه آلة العدوان من أي جهة كان في أي مكان كان أنا أستهدفه والمشكلة الأساسية التي تواجه هذه الدول هو أنه هناك تداخلات مثلا آذربيجان بالنسبة إلى إيران يفصل بيناتهم بس نهر آرس نهر واحد والبقية من هنا آذريين ومن هنا آذريين أقرباء بن عمك وبن خالك وبن خالتك هذا شون يعني أنت تخيل المنطق أنه تيجي هذه صحيح إلهام علييف وارتباطاته بالكيان والصيوني بس فهم ما يقدر يعني ممكن هو الشعب يعاقبه ما يقدر أكون الواقع الجيوسياسي والسياقات التأريخية والجغرافية طبعا أيضا تحول دون أن تسمح طواعية أو كرها لهذه الدول التي يمكن أن تكون قواعد ومنصات لاعتداء أمريكي إسرائيل عفوا على إيران ما تسمح له فإذن إسرائيل باتت منعزلة مع ذلك إسرائيل ربما تفعل شنو وتقوم بعمليات عسكرية غارات من هنا وهناك تخريب داخل ولاحظتم لاحظتم لاحظتم في الفترة الأخيرة كيف نجحت إيران وأثبتت أنها كما هذا موقع أقول وأختم المونيتور الأمريكي ينشر يقول لماذا تتباهى إيران بأن لها اليد العليا في الحرب الاستخباراتية على إسرائيل هذا يؤكد لك الضربات التي وجهتها الجمهورية الإسلامية إلى آلة التخريب والتجسس الإسرائيلية لقد أظهرت إيران مؤخرا وبثقة متزايدة صورة صورة كونها في الجانب المنتصر في الحرب الاستخباراتية المستمرة التي تشنها ضد إسرائيل منذ سنوات لأن الحرب حرب وجود ونشرت خلال الأسبوع الماضي كما تقول المونيتور إعلانين رئيسيين ذكرت مكاسب كبيرة ضد إسرائيل على الجبهة الاستخباراتية وقالت لقد تعرض الإسرائيليون للإهانة مرة أخرى حيث روى جهاز الاستخبارات الإيراني قسم المخابرات في وزارة الدفاع الإيرانية تفاصيل مؤامرة تخريبية ضد صناعة الصواريخ في البلاد وطبعا وراها أيضا خبر آخر عن كشف شبكات تجسس غير موضوع الصواريخ شبكات تجسس معقدة اعتقلت في ست محافظات رئيسية في إيران يقول من حق إيران أن تتباهى بأن لها اليد العليا في الحرب الاستخباراتية على إسرائيل التي تشعر بأنها معزولة بالرغم بالرغم من أن الولايات المتعات الملكية تعتبرها الطفل المدلب ولا لا حديث آخر إن شاء الله في لقاءاتنا المقبلة بإذن الله حول هذا الموضوع في برنامج خارج الحدود ابقوا معنا برقية باكستانية سرية توثق الضغط الأمريكي لإقالة عمران خان عمران خان رئيس وزراء باكستان الآن بدأ الأمريكيون هم أنفسهم يتحدثون طبعا يعني منذ أن تم اعتقال هذا الرجل هذا الرجل العظيم الذي انتصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتصر للإسلام وكان يخطط لإخراج بلاده من الهيمنة الأمريكية ويقيم علاقات متوازنة في عالم متعدد الأقطاب ورفض الضغوط والإملاءات والمغريات الإغراءات لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وسحب جيشه جيش باكستان من مناطق الحدود السعودية اليمنية في العهد اللي سبقه باكستان أرسلت جيشا يدافعوا عن الحدود الباكستانية حائط الصد باكستانيين على الحدود من الصير عمليات من الصير قتال السعودي ما يموت ينكتل الباكستاني فقالهم ليش سحب الجيش والسعودية كانت معطية قرض ثلاث مليار دولار قرض قرض لباكستان مقابل مبلاش مقابل أرسال هذه القوات رأسا نقل لهم ونحن نريد القرض مال فقالهم هذا الموجود طاهم مليار وعلى ساس يكملونهم الباقي ولا أكون آيش تحت منتكم وأخلي المسلمين يتقاتلون وجيشي يشارك في عملية قتل عبثية تجري في اليمن هذا موقع قلت بعد اعتقال الظالم حدود ميتين تهمة مزيفة مفتعلة باعتراف الصحف البريطانية والأمريكية والهندية الهندية بالهند أعدائه لأنه كان لديه موقف متميز من موضوع كشمير الصحف الباكستاني حتى أعدائه يعني حتى خصومه لفقوا للتهم بس يعترفون هذه التهم لم تبنى على وسوس حقيقية وتم تبرئت من الكثير من هذه الاتهامات الزائفة وأحدى المحاكم وقعت تحت ضغط الجيش الباكستاني أو جهة من الجيش الباكستاني ولها قصة تفصيلية أنا قمت بتحقيق مفصل عن هذا الموضوع يشهد الله حتى دخلت على الصحف بالأردو وترجمتها واستعانت بجوجل واستعانت ببعض الأخوة اللي يعرفون ترجمة وتوصلت إلى هذه النتيجة بيني وبين الله وبكلامهم باعترافهم هذه The Intercept وقبلها New York Times يقولون بالنص يقولون برقية هذا شوف أنا من الشيء نزل لأنه من قال ضويل تقرير طويل برقية باكستانية سرية من السفارة الباكستانية في الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان هو رئيسا للوزراء توثق الضغط الأمريكي لإقالة عمران خان هذا العنوان نشرته The Intercept قال دبلوماسي سيغفر لنا كل شيء كاتب هذا الدبلوماسي الباكستاني الذي نفذ هذه الإرادة يعني بعث هذه البرقية إلى الجيش هو دبلوماسي مفروض يمثل رئيس الوزراء مثل الحكومة شوفوا الاختراقات سيغفر لنا كل شيء شنو مواقفنا السابقة موضوع التطبيع موضوع أوكرانيا لأنه هو ذهب إلى أوكرانيا روسيا قبل العملية العسكرية واتخذ موقف محايد يعني ليش أعيد أنا ليش أعيد الحرب لا أعيد روسيا ولا أعيد الناتو وقوات الناتو في الموضوع لك أنا مستقل لا لازم تعيد الناتو لازم تدعم أوكراين وشغلات أخرى سابقة قال دبلوماسي سيغفر لنا كل شيء إذا نجح التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تزلهم رسالة إلى هذول اللي اللي يشتغلون وهي الأمريكان وسووا هذا التصويت بالثقة وقال بس رحية وزيح هذا الرجل يجي هسا أنقل هذا النص من The Intercept شجعت شجعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الباكستانية في اجتماعها في 7 مارس 2022 على عزل عمران خان من منصب رئيس الوزراء بسبب حياده بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا وفقا لوثيقة حكومية باكستانية سرية حصل عليها موقع The Intercept وكان الاجتماع بين السفير الباكستاني لدى الولايات المتحدة واثنين من مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية موضوع تدقيق مكثف ساين نيويورك تايمس تنقل على الانترسبت وجدال وتكهنات في باكستان على مدى العام ونصف العام الماضيين حيث تنافس مؤيدو عمران خان ومعارضوه العسكريون والمدنيون على السلطة وتصاعد الصراع السياسي كما تقول الصحيفة في 5 أغسطس عندما حكم هذا الماضي على السيد عمران خان بالسجن ثلاث سنوات بتهم الفساد وتم احتجازه للمرة الثانية منذ الإطاحة به طبعاً تعرض إلى محاولتين للاختيال وجرح زين بعد شهر واحد من الاجتماع هذا الذي ستحجي عنه الانترسبت مع المسؤولين الأمريكيين الموثق في وثيقة الحكومة الباكستانية المسربة تم إجراء تصويت بحجب الثقة في البرلمان مما أدى إلى إقالة عمران خان طبعاً هم يقولون خان من السلطة ويعتقد كلام The Intercept تنقله New York Times وصحف أمريكية أخرى هذه الصحف ما تنقل على الموقع إذا كان هذا الموقع غير يعني غير موثوق ويعتقد أن التصويت تم تنظيمه بدعم من الجيش الباكستاني القوي ومنذ ذلك الوقت انخرط خان وأنصاره في صراع مع الجيش وحلفائه المدنيين حلفاء الجيش المدنيين الذين هل سيقولون يزعم خان أنهم دبروا إقالته من السلطة بناء على طلب الولايات المتحدة وهو السيد عمران خان قال هذا الكلام فبعضهم سخر منه إلى أن إجت السنفس تنقل على الانترسيب ولم يتم نشر نص البرقية الباكستانية التي أصدرها السفير خلال اللقاء وأرسلها إلى باكستان من قبل وتكشف البرقية المعروفة داخلين باسم الشفرة الكلمة السر الشفرة عن الجزرة والعصى التي استخدمتها وزارة الخارجية الأمريكية في حملتها ضد خان ووعدت بعلاقات أكثر دفءا إذا تمت إزالة خان وهددت يعني والعزلة إذا لم تتم إزاحته هذه الولايات المتحدة الأمريكية لهذا يثيرون هذه الأيام موضوع مظاهرات يريدون يطلعون والله ضد الربط السككي ما يطلعون مظاهرات ضد الاحتلال الأمريكي ما يطلعون مظاهرات ضد محاولة أمريكا كما تقول الولايات المتحدة إغلاق الحدود العراقية السورية لأنه يريدون إعادة تنظيم داعش الأرهابي من جديد ما يطلعون مظاهرات للأسرة السورية اللي في شماله وشرقها قوات أمريكية ما يطلعون مظاهرات ضد ما يقولونه هم 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 تدخل السفيرة الأمريكية في الشؤون الداخلية العراقية لا يطلعون مظاهرات عندما يريد العراق أن يتنفس الصعداء في علاقاته مع جيرانه وهذا الربط السككي بالمناسبة أنا أحكيت عنه في المحور الأول ولازم دائما نحكي عنه أيضا مقترح ونالك مشروع للربط السككي بين العراقي والسعودية لتسهيل سفر الحجاج والمعتمرين ومع الأردن ومع سوريا ليش يعني ليش مع الكويت سوى ربط سككي اليوم تعالوا شوفوا الدول الأوروبية النجاح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالمناسبة هذا العالم الصناعي الأكبر الآن في العالم نجح الحروب الانتصارات تحققت عن طريق خطوط النقل السكك الحديد لأهميتها فشو ما يتعامرون على عمران خان يريد يريد يعيش مستقل لبلاده ونفس الشي راح يتعامرون أقول سيتعامرون وما يتعامرون باستمرار لكن الآن هم في وضع مهرج يجب استثمار الظروف الدولية والأقليمية لأن الولايات المتحدة الأمريكية وكما قلنا في المحور الثاني حتى الكيان الصهيوني في وضع مهرج رتبوا علاقاتكم مع دول الجوار بلا استثناء واربط المواصلات وافتح طرق أخرى طرق أخرى دائما انت كل ما تسوي طرق مواصلات جيدة حديثة داخلية وخارجية يعني انت ستنجح في برامجك الاقتصادية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة نصر الله عمران خان ونصر الله كل من يعمل لبلده ولا يبالي بالمؤامرات التي تحيكها الولايات الأمريكية شنو الله يقوم ومو الله أمريكي تعالوا بس شوي أحسنوا كيف تتصرفون مع مفردات المعادلات الأقليمية والدولية والله العظيم سيركع لكم أعداءكم في مالا